بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى المشهد الثاني من رشفات من ديم الكتاب العزيز هناك سؤال سئلته قبل ثلاثين عاما ولم يتبادر إلى ذهني قبل ذلك ولكن لم أطمئن إلى يوم الناس هذا إلى جواب عليه والسؤال مشروع كل سؤال في الدين هو مشروع السؤال هو لماذا عدل الله سبحانه وتعالى عن الترتيب الأول الذي أنزله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبرين عليه السلام أمين الوحي إلى ترتيب جديد علمه جبرين عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته برمضان أو رمضانين القرآن الكريم فيه ترتيبان الترتيب الأخير المعروف عندنا جميعا وهو موقوف من الله سبحانه وتعالى الفاتحة والبقرة وما إلى ذلك حتى الناس وهناك الترتيب الذي تتصدر فيه الصور المكية الستة واثمانين ثم الصور المدنية كما قلت السؤال مشروع مسألة مشروعية السؤال موضوع يحنو إليه قلبي حنوا ويحفو إليه فؤادي هفوا ذلك أن الله سبحانه وتعالى قبل أسئلة غير تقليدية بتعبيل المعاصر أسئلة عظمى كبرى فرح الله بها سبحانه وتعالى من أصحابها صاحبها أو صاحب السؤال الأعظم الأكبر الذي نحده نحن اليوم هرتقة وزندقة وردة وعقيدة فاسدة هو سؤال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك أنت يا موسى أنت يا موسى النبي الرسول الكليم من أوري العزم تطلب مني أنا رب العالمين أن أريك نفسي أن تنظر إلي بعينيك وأنت تمشي في الأسواق وتأكل الطعام نعم 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 لمن يريد أن يفهم ويريد أن يصوغ عقله من القرآن الكريم وليس من غير القرآن الكريم ألو كانت التفسير على جلة وقدر أهلها والسؤال الذي تحته بقليل ولكنه من جده الأول من إبراهيم الخليل عندما قال وهو كذلك النبي الرسول الخليل الخليل هذا كريم وذاك خليل ومن العزم عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموت أنت يا إبراهيم أنت نعم أنا لماذا لأطمئننا قلبي نحن نريد وننتقل من الإيمان يطمئنان القلب ثم إلى اليقين والإيمان درجات كما أن الكفر والعيض بالله درجات إذن السؤال مشروع لماذا عدل الله سبحانه وتعالى عن الترتيب الأول إلى الترتيب الثاني وهذا يبحثه بعضهم في ما يسميه علم المناسبة أو علم التناسب لماذا هذه الصورة سبقت الأخرى ولماذا هذه الآية سبقت الأخرى وما إلى ذلك ولكن من جانب على كل حال هناك قصور في العلم والتأويل ولكن السؤال مشروع فما بال الذين ماتوا قبل أن يستمعوا للقرآن الكريم مرتبا ترتيبا توقفيا من الله سبحانه وتعالى على النحو الذي نحن عليه الآن من مثل سومية أول الشهداء طرا مطلقا في الإسلام ليس أربي اليوم في هذا ولكن أربي اليوم هو في سورة الفاتحة الرشفة تتعلق بسورة الفاتحة السؤال كذلك أنا منهج السؤال منهج الدين كمنهج الدنيا في الدنيا الذي يسأل يعلم قطعا مقطوعا وحتما محتوما بإذن الله سبحانه وتعالى وفي الدين كذلك الذي يسأل يعلم بإذن الله سبحانه وتعالى والذي لا يسأل إما أن يكون غافلا أو متكبرا ولا يسهناك فيما أظن درجة ثالثة لذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا في أول سورة يوسف في أولها وفيها عبر كثيرة وهي التي قال في آخرها أن القصة بصفة عامة وضعت لاستنباط العبر وليس لغير ذلك قال لقد كان في يوسف وإخوتي أي في قصة يوسف التي ستأتي وإخوته آيات لمن للسائلين للسائلين حتى هم يسمعون يسألون يسمعون يسألون يتدبرون ينظرون وما إلى ذلك إذن لأن السؤال هو الطريق الصحيح للعلم في الدين والدنيا فالسؤال اليوم هو لماذا تصدرت الفاتحة سورة الفاتحة ولها أسما كثيرة الكتابة العزيز في الترتيب النهائي لا هي أول سورة نزلت ولا آخر سورة نزلت ولا هي أقصر سورة ولا هي أطول سورة يقالوا أنها نزلت مرتين ولكن لماذا تصدرت ما الذي يجعل الفاتحة لماذا لم تتصدر سورة البقرة أو الآل عمران أو الناس أو ما إلى ذلك لماذا سورة الفاتحة بالذات وبهذا التحديد وبهذا التوقيف كما قلت أول سورة لا آخر سورة لا أقصر سورة لا أطول سورة لا لا بد أن هناك شيئا ميزها فجعلها الله سبحانه وتعالى تتصدر هذا الكتابة العزيز والسؤال الآخر هو سؤال من جنسه من رحمه لماذا فرض الله علينا سبحانه وتعالى أن تقرأ سورة الفاتحة دون غيرها من 113 سورة دونها في كل صلاة في كل صلاة طرًا مطلقًا في كل صلاة مكتوبة السرية والجهرية إلا في صلاة الجنازة هناك اختلاف بسيط في كل صلاة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة تقرأ إلا أبا حنيفة قال أن الذي لا يتعلم